النهاردة هتشهد مدينة شرم الشيخ افتتاح مصرح شباب العالم ضمن فعليات منتدى شباب العالم والمنعقد في الفترة من 14 ل 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام ومن المنتظر أنه يشهد مصرح شباب العالم الكتير من العروض الإبداعية اللي بيقدمها الشباب من مختلف جنسيات العالم وهيهدف المصرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومنقشة قضاياهم وعرضهم كمان هيشهد مصرح شباب العالم مجموعة من العروض المصرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين ومن ضمن المشاركين في مصرح شباب العالم السنة دي المطربة التونسية غاليا بن علي اللي هتشارك بحفل غنائي بيشهد الكتير من الأغاني الشرقية والغربية كمان هتشارك المطربة اللبنانية مريتا حلاني بعرض غنائي للمرة الأولى لها المنتدى زي ما احنا عارفين هيحضر العديد من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية اللي تمت دعوتهم لحضور المنتدى وشباب من مختلف دول العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة منتدى وشباب من مرضوك بحضور المنتدى وشباب من مستمتع المشاركين دعوت المشاركو الملحة مبادية ممتع جدا تبعونا وشباب من مجرد ترجمة نانسي قنقر